اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فهذه مجالس من مجالس فقه الدعاء الدعاء عبادة من أجل العبادات ومن أفضل العبادات كما لا يخفى على لبيب الدعاء عبادة من أجل العبادات وأفضلها وقربة من أعظم القربات وأحسنها دعاء الله سبحانه وتعالى مفتاح لكل خير مغلاق لكل شر إن الإبتلاءات تتوالى على بني آدم لكي يرفعوا أيديهم إلى السماء يسألون ربهم أن يكشف عنهم الضر تتوالى عليهم كي يدعون ربهم خوفا وطمعا فمع هذه العبادة الجليلة عبادة الدعاء مع شيء من فقهها وشيء من الوارد فيها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقول وبالله تعالى التوفيق كما أن العبادات لها فقه الصلاة لها فقه الزكاة لها فقه الصيام له فقه الحج له فقه الجهاد له فقه الأطعمة لها فقه كذلك الدعاء دعاء ربنا سبحانه وتعالى له فقه علينا أن نفقاه وعلينا أن نتعلمه فإن رسولنا الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ويقول الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتيه خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب فالفقيه يعمل قليلا ويؤجر كثيرا فعلينا أن نعي هذا وأن نفهم هذا أن الشخص إذا عمل بفقه يؤجر كثيرا مع العمل القليل وصدق الله إذ قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل ربي ليبلوكم أيكم أكثر عملا إنما قال ربي ليبلوكم أيكم أحسن عملا وحسن العمل يتأتى بالإخلاص لله فيه ويتأتى بمتابعة الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم أعود مذكرا بأن الصلاة لا فق والدعاء كذلك له فق فأذكر مثالا من أمثلة الصلاة مثلا كيف تتضاعف الأجور بلا شك أنك إذا صليت في جماعة تذهب أكثر أجر الجماعة أيضا يتفاوت ويتفاضل قد تكون بسبع وعشرين درجة قد تكون بخمس وعشرين درجة قد تكون بثلاث وعشرين درجة قد تكون بواحد وعشرين درجة قد ينصرف الشخص من صلاته ما يكتب له إلا نصفها إلا ثلثوها إلا عشروها كل ذلك قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا تأتى بإحسان العبادة إحسان الصلاة إن توضأت وأحسنت الوضوء إن صليت وأحسنت الصلاة إذا اطمأننت فيها إذا تدبرت الآيات إذا أحسنت تسوية الصفوف إذا أحسنت الإنصات لإمامك إذا خشعت في صلاتك كل ذلك من أسباب تفاوت الأجور وهكذا الصدقة كذلك إذا تصدقت بصدقة من كسب طيب وضعتها في يد محتاجة وضعتها في زمن الاحتياج لها لم أتبعها بالمن ولم أتبعها بالأذى لم أتصدق فيها مرائيا تصدقت ونفسي طيبة ونفسي ثابتة وأنا معتقد أن الله سيخلف فكل هذه أسباب من أسباب تضعيف الصدقات قد تتصدق بصدقة لها عشر حسنات بصدقة أخرى على القريب محتاج تأخذ عشرين حسنا لأن النبي قال الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران قد تتصدق بصدقة تتضعف إلى سبعمائة ضعف قد تتصدق بصدقة تمرة تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم كل هذا له أسباب وهكذا في كل الأبادات من هذه الأبادات أبادة الدعاء كي يعظم أجرك وأنت تدعو ربك كي تجاب دعوتك وأنت تدعو ربك سبحانه وتعالى هل دعوت ربك وأنت موقن بالإجابة هل دعوت ربك منيبا إليه راجعا إليه هل دعوت ربك خوفا وطمعا خوفا مما عنده من العذاب وطمعا مما عنده من الرحمات هل دعوت ربك تضرعا وخفية في الخفاء أم في السر هل دعوت ربك مخلصا له الدين واثقا أنه يجيب المضطر ويكشف الضر هل دعوت ربك ومطعمك حلال ومشربك حلال وملبسك حلال وغذيت بالحلال أم دعوت ربك وأنت ملوث بالذنوب والخطايا وأكل الحرام هل دعوت ربك بدعوات صريحة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم أم دعوت بدعوات فيها إثم وفيها قطيعة رحم كذلك هل اعتديت في الدعاء أم أنك لم تعتدي في الدعاء ودعوت أدعية وفق الكتاب ووفق السنة وتقرها شريعتنا الغراء هل دعوت ربك بعد مقدمات طيبة تتقدم بها الدعاء هل دعوت الله بأسمائه الحسن وصفاته العلا هل دعوت الله متوسلا بصالح الأعمال هل دعوت الله متوسلا بإيمانك بالله سبحانه وتعالى وكذلك كما أسلفت هل دعوت الله وأنت موقنا بالإجابة كل هذه لا تأثيرتها هل دعوت الله بجوامع الكلم كلمة واحدة تجمع خير الدنيا والآخرة ويا أكثر دعوة كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعو بها اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هل تحريت أوقات الإجابة أثناء الدعاء هل دعوت الله في سجودك هل دعوت الله بين الأذان والإقامة هل دعوت الله في الثلث الأخير من الليل هل شفعت الدعوة هل شفعتها بعمل صالح إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فمع المسارات بالخيرات مع المسارات بالخيرات دعاء هل دعوت الله وأنت صائم هل دعوت الله أيضا وأنت ساجد هل دعوت الله بعد أن انتهيت من التشاهد هل قدمت مقدمات حسان بين يدي الدعوات كل هذه لا تأثير في استجابة الدعوات من عدمه كذلك هل هناك معوقات تعوق دعوتك وأنت تدع وتمنع من القبول حيث أنك دعوت موقنا بالإجابة مخلصا في دعائك إلى آخر الأشياء المستحبة للدعاء لكن أنت ظالم لشخص أنت تقول يا ربي يا رب ارزقني والمظلوم الذي إن من ظلمك يقول يا رب انتقم لي منه يا رب خذ لي حق من هذا الظالم المبير دعوة من تستجاب دعوات تتصارع دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فهل دعوت وأنت ظالم أم دعوت وأنت متخفف من المظالم كذلك هل دعوت الله بشيء محرم أم دعوت بشيء حلال هل دعوت الله أن تأكل للربا هل دعوت الله أن تأكل للربا كل هذه لا تأثيرات في إجابة الدعوات هل بلعت على أحديث صحيحة أم أحديث مكذوبة وموضوعة فكل هذا بلا شك له تأثير في إجابة الدعوات هذا فهذه كلها مسائل نتعرض لها بالتفصيل بإذن الله تعالى بعد هذه التقدمة السريعة نتعرض لها تباعا إن شاء الله تحت أبواب فقه الدعاء فسلسلة من الآداب والأحكام المتعلقة بالدعاء أستعين بالله عليها مستلما مادتها وأعظم مادتها من كتاب ربي سبحانه وتعالى فهو خير كتاب والحمد لله الذي وفقنا الله إليه ونسأل الله الثبات عليه مستلما مادتها من الثابت الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وبعض الآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إذا دعت المقامات إلى هذا أستعين بالله للبدء في هذه السلسلة أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يدعون فيستجاب لهم ونعوذ بالله من دعاء لا يسمع هذا وإلى لقاء آخر إن شاء الله عما قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر